الأستاذ مسعود عبيد الله المواثق أستاذ أهلا بك صباح خير شكرا على قبل الدعوة نشكركم على الاستضافة وبرك الله فيكم على الاهتمام بهذا الجانب المهم في حياة الأسرة الجزائرية وخاصة ما يتعلق بالتركات صحيح التركة والميراث فئة كبيرة من المجتمع الجزائري يهمها هذا الموضوع بداية أستاذ كسؤال أول ليستمعنا إلى كلمة التنزيل في الميراث من ربما أو علاقة الأحفاد بحقهم في الميراث من الجد خاصة إذا توفي الإبن سواء الأب أو الأم ربما كسؤال أول ماذا نقصد بالتنزيل في الميراث التنزيل كما هو معروف عند الفقهاء أو فقهاء القانون أو فقهاء الشرع الإسلامية هو أنه بضراج شخص غير وارث ويعطوله يعطوله جزء من التركة ولكن في حدود معينة إذن التنزيل في المفهوم القانوني هو أن الجد أو الجدة كان سابقا قبل فعلا عندنا في الجزائر قبل صدور القانون الأسرة في 1984 إذن في هذه الحالة كان الجد ينزل الأحفاد تنتعو اللي هو متوفا والدهم قبل وفاة الجد نعم ولما جاء قانون أسرة في 1984 نص على هذا في القانون وأنه يتم تنزيل الأحفاد بقوة القانون ولكن بالشرط وهنا نجد الاختلاف اللي بين في التفسير بين لجال القانون إذن للأحفاد سواء من أبناء البنت أو أبناء الإبن الحق في الميراث عندهم حق في تركة جدهم إذا حتى إذا توفى الوالد أو الوالدة ديالهم قبل الجد هنا الإشكالات المطرحة بخصوص المدة 169 من قانون الأسرة أثارت عدة إشكالات بين رجال القانون وبين الفقه الشريع وطبعا الذين يسيرون المصطلح الشرعي أو الفقهي وبين الذين يسيرون النص يعني كلمة المصطلح اللغوي طبعا الذين يدعمون أو يحاولون تفسير كلمة الأحفاد بمصطلح شرعي كان المرحوم الشيخ أحمد حماني واحد منهم وحاليا يوجد على مستوى التوثيق الأستاذ الأستاذ جيجيك صالح أيضا من المدعمين بتفسير المصطلح الأحفاد تفسير شرعي ولكن هناك رجال القانون وهناك اللي يقولوا بأن القانون يفسر المصطلح تفسير لغة وفيه كذلك رجال الدين رجال الدين مثلا من يسير هذه الفكرة إذن مصطلح الأحفاد إحنا الآن كلمة وردت في القانون إذن نفسرها تفسير لغوي وتفسير لغوي هي كلمة الأحفاد تنطبق على أبناء الإبن وأبناء البنت هذا ما جرى عليه ما فيش تمييز ما فيش تمييز أبناء الإبن وأبناء البنت وفي هذا الاتجاه قضت المحكم العليا في عدة قرارات وصبحنا أمام استقرار القضاء صبحنا أمام استقرار القضاء طبعا القضاء الأحكام التاور تأتي في مرتبة عندها قوة قانونية كبيرة لكن هناك من يتحدث أستاذ مسعود عبيد الله من أنه للأحفاد سواء لأبناء الإبن أو أبناء البنت تلحق في تركة الجد إذا توفي الأباء قبل الجد دون وصية هذا صحيح أو يجب أن تكون وصية من الجد الآن المدة 169 ومدة 171 ومدة 171 ومدة 172 من قانون أوصى الآن متى يستحق الأحفاد في تاريكات جدهم أن الإشكال الأول هو أن التنزيل باب التنزيل جاء في الكتاب الذي يتعلق بالمراث هذا الإشكال المطروح هل هنا نحن أمام الميراث أم أمام وصية لكن نفس المواد التي تحدثها على التنزيل تتحدث على الوصية وكذلك تطبق الأحكام أنتع الوصية ولهذا حتى يمكن رفع هذا الإشكال ينبغي تحويل باب التنزيل إلى الكتاب الذي يتعلق بالتبرعات التي هي الوصية والهيبة وكذلك الوقت هذه نقطة النقطة هل تقدم الوصية الاختيارية على التنزيل أكيد لما نقرأ في مواد التنزيل نلقى أنه تسبق أو تقدم الوصية الاختيارية على التنزيل لماذا؟ لأنه من بين شرط تنزيل الأحفاد نعم أن لا يكون قد أعطى لهم الجد في حياته بدون عوض نعم وأن لا يكون قد أوصى لهم معناها إذا كان أوصى لهم كيف؟ ماذا تقصد إذا أعطى لهم؟ هيبا أعطى لهم شيء سواء أعطى لهم أموال منقولة أموال عقارية أن يكون قد أعطى لهم في حياته حتى إذا كانت أقل من ربما ما يحق لهم من تاريكة وميرات إذن هنا من بين الشرط حتى يستحق حتى يستحق الأحفاد من تاريكة جده هنا القانون وش يقول؟ يقول بأن الحافيد إذا كان أعطاله جده نعم مثلا نقوم بتقدير أولا نقوم بتقدير تاريكة الجد لنفترض أن تاريكة الجد هي مليون دينار مئة مليون سنتيم إذا كان الحافيد ولسه من باباه مبلغ مثلا مئتين ألف دينار يعني عشرين مليون سنتيم وكان باباه يعني أب الحافيد وكان باباه نجيبه بالأسماء أو بالنسبة مفهومة للمستمع وللمشاهد نفرض الجد اسمه علي عنده أبنه اسمه صالح وعنده حافيد اسمه طه إذن الإبن اللي هو اسمه صالح توفى خلى الإبن اللي هو اسمه طه خلى له مئتين ألف دينار تاريكة لما توفى علي اللي هو الجد نفترض هو أن أبنه صالح بقي حي هل يدي مئتين ألف دينار من باباه ولا لا إذا كان يدي مئتين ألف دينار من باباه لما يتوفى علي اللي هو الجد بالإبن الجد بالنسبة للحافيد نشوفه في الحالة هذه هو خلى لها مئتين ألف دينار وباباه منه كان بقاحي رح يدي من باباه مئتين ألف دينار هنا لا يستحق الحافيد إذا كان إذا كان صالح خلى لولاده أكثر من مئتين ألف دينار الأحفاد ما يدي وش من باباه إذا ما ترك لهم أي شيء إذا لم يترك لهم أي شيء الآب ما خلى لولاده أي شيء هنا العلاقة بين الحافيد والجد هنا يدي يدي المناب تعبابهم بشرط كاملا يدي والتركة كاملة يدي مناب تعبابهم عن طريق الواصية الواجبة بشرط ما يتجاوج هذا المناب الثلث نفرض الجد خلى ابن وأبناء ابن الإبن عنده في الحالة هذه لما نفترض هو أنه اللي توفاحي رايح يدي وليه عندنا زوج أبناء اللي توفن كان يفترض الحي رح يدي النصف مع أخو اللي حي وبالتالي الأبناء يمكن ش يدي ومناب انت بابهم لو كان حي اللي هو النصف لازم يهبط إلى الثلث لأنه في هذه النصف يسرى خلافات ونزاعات في المحاكم يقول لك يعني هذ الأحفاد يزحمون أعمامهم لم يفوت الثلث هنا نقول بأن التنزيل هو من باب الوصايا ومن باب الوصايا اللي هو في الكتاب يتحدث على التبرعات وليس من باب الميراث وليس من باب الميراث لذلك الآن الإشكال المطرحة عمليا بالنسبة للمواثقين وعلى المشتغلين في القانون المواثقين طبعا والقضاء هل تحرير الفارقة تحرى بعد البحث والتحر والتدقيق على توفر الشرط أم قبلها أو بعدها هل يجب التحر على الشرط كيف تحقيق تقوموا بها أنتم كمواثقين هنا بالنسبة للمواثق المواثق لا يحق له وليس من صلاح حياته البتات أن يقوم بالتحريات والتحقيقات في هذا الجنة يرجل العدالة إلا إذا عين كخابير بصفته كخابير وليس كمواثق يقوم باستدعاء كل الأطراف المعنية هنا يبقى دور القراء هو اللي يحدد المهمة للخابير سواء كان مواثق أو غير مواثق يحدد له المهام اللي تجعله يبحث على توفر الشرط ونفس المواد اللي ما نقرأها نلقو المادة 169 من توفية وله إحفاد وقد مات موليثهم قبله وجب تنزيلهم وجب تنزيلهم بالشرائط التالية اللي هي يعني لا يمكن تنزيلهم إذا لم يتوفر سبب التنزيل سبب التنزيل هي الشرائط اللي كنا تركوا تحدثها هي طيب لكن أستاذ مسعود عبيد الله كنا نتحدث عن الأحفاد من أبناء الإبن لكن يعني في المجتمع الجزائري أبناء البنت ربما فيها ربما مفهوم أو يعني يقولوا أنه لا يحق له من تركة جدة هو إثارة الإشكال أثارته البند 169 من قانون أسرة بالعربية لا إشكال تقول الأحفاد الترجمة النص الفراسي يقول أبناء الإبن لكن أنا لما نحب نوقف النص العربي اللي هو أساس الأساس نحب نوقف النص العربي ونلتج للنص الفراسي ونقول نص الفراسي يقول أبناء الإبن فهذا أراو أنه خطأ كذلك ما يدعم أن الحفاد هم أبناء الإبن وأبناء البنت ما جاء في المواد 171 172 173 171 171 172 كلها تتحدث على أن الأحفاد من أمهم أو أبهم نعم الحفيد أمه هي بنت الجد صحيح لما تحدث على العلاقة بين الحفيد والجد لما المادة تقول من أبيه أو أمه إذن إما باباه اللي هو ابن الجد من أمه اللي هي بنت الجد إذن 170 171 172 كلها بالنصر العربي لا خلاف لا خلاف لذلك المحكمة العليا في مجمع القرارات اللي صدرت بالسنوات الماضية هي أنه ابن وابن البنت متساوين كلهم يندرجون ذمن الأحفاد كلهم يندرجون ذمن ذمن الأحق ينتهم في التنزيل بمجب القانون نعم ما هي التوصيات التي خرجتم بها أستاذ سعود عبيد الله يوم أمس أنا كنت واحد من الذين حضروا في الندوة المنظمة من طرف الغرفة الوطنية الموثيقين بالتعاون مع المجلس الإسلامي كانت أهم التوصيات هي أنه السعي إلى رفع اللبس والغموض عن كلمة الأحفاد الوردة في المدى 129 صحيح لأنه هذه الكلمة ربما أثرت الكثير من المشاكل بين العديد من العائلات حتى أنهم يصلون إلى العدالة هو لما يكون توضيحا حتى لنفرض أنها أعرضت مرة أخرى على المشرع حتى المشرع لا يدع مجالا للتفسير بين من يدعم المصطلح الشرعي نعم وبين من يدعم المصطلح اللغوي لكلامة الأحفاد هذا توصية أولى التوصية الثانية هي كذلك رفع اللبس عن الشروط نعم من جانب الفن والتقني هو من يتولى ومن يتولى البحث في هذه الشروط والخبرات فيها طبعا مبدأين هو القضاء ولكن من بين التوصيات كذلك من بين التوصيات حتى يتم مرفع الإشكال هو تحويل باب التنزيل أو المواد التي تحدث على التنزيل من الكتاب الذي يتحدث على الميراث إلى الكتاب الذي يتحدث على التبرعات في باب الوصايا نحن نرى مثلا في التنزيل في المملكة المغربية تنزيل على الوصايا والتنزيل على جوف في ثلاثة واربعين مادة اختصار فقط نحن عالجنا في 17 مادة في الحقيقة الإشكالات كثيرة سيؤدي عدد توضيحها إلى إشكالات كبيرة ومنازعات أمام القضاء وندواتك هذه إن شاء الله ستجد ربما الحلول لكل ربما هذه الانشغالات التي تواجهكم أنتم كموثقين وكذلك كقوضات وتجد الحلول إن شاء الله للعائلات الجزائرية التي تعاني كثيرا عندما يتعلق الأمر بالميراث وتركها ساعدت كثيرا باستضافة الموثقة الأستاذ مسعود عبيد الله كنت ضيفي في هذه الجولة الخبرية الصباحية الموضوع شائك وكبير ويحتاج إلى حسس أطول شكرا جزيلا لك أستاذ شكرا برق الله وحكم